طبعا ما فيه شك دور مهم جدا بيلعبوا الشباب في مختلف الفعاليات اللي بتستضيفها مصر من يومين اسكندرية كانت على موعد مع يوم المدن العالمي تحت شعار التغيرات المناخية ودور الشباب خلال أيام هتستضيف القاهرة فعاليات الدورة الاثناشر للمنتدى الحضري العالمي واللي بيعتبر تاني أهم مؤتمر بعد طبعا مؤتمر المناخ صحيح فعلا يا شازلي والحقيقة مصر كمان أصبحت رائضة في مجال استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية اللي بالطبع بيكون لها عائد كبير جدا على كثير من المجالات تفاصيل أكتر عن آخر الاستعدادات ودور الشباب المهمة في الفعالياتين معانا معاون وزير الشباب ورياضة دكتور مصفا عز العرب أهلا بكم منظرنا أهلا بك فانا صباح خير عليك صباح الفل في البداية كده عايزين نتكلم عن يوم المدن وأهميته وإيه وإزاي كمان استعدت مصر لي وأهميت استضافة مصر ليوم المدن هو إحنا يوم المدن تم استضافته من خلال مصر للمرة التانية أو للسنة التانية يعني للدورة التانية وكان في مدينة الإسكندرية وشعاره السنة كان شعار مختلف جدا وهو تعزيز أو تحفيز رواد المناخ الشباب للتغيير واستضافته مدينة الإسكندرية وكان من تنظيم من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع يوين هابيات ومكتب تسكندرية وطبعا وزارة الشباب ورادة كان لها ضوء في العمل لهذا اليوم وطبعا لإحنا في وزارة الشباب ورادة بالقود العملية الخاصة بشباب والمناخ من خلال اللجنة الوطنية للشباب والمناخ وكان معي الوزير موجوب برضه في الجلسة الرئيسية رفعات المستوى داخل المنتدى وكلم عن كل اللي بتقدمه الوزارة من أنشطة وبرامل متعلقة بالاستدامة والشباب والمناخ طيب عظيم جدا الفكرة مش مقتصرة فقط على المنتدى الحضري العالمي أو يوم المدن فكرة مشاركة الشباب في كل الفعاليات اللي بتنظمها مصر إزاي بيتم تأهيل الشباب للمشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية طبعا الموضوع بدأ برؤية عظيمة من السيدة أصعد الفتاح السيسي بأهمية إدماج الشباب وعايز أقول لكم حقا إحنا مصر من أول الدول اللي بدأت تتحار بشكل قوي جدا في دمج الشباب في كافة مناحي الحياة وبشكل ما كمان مصر كانت مؤسسة دولي كبير جدا على المستوى العالمي في النهاية أهمية تناول أهمية توجد الشباب في صناعة القرار وصناعة المستقبل لأن احنا بنتكلم دلوقتي في الاستدامة وفي الضغاية المناخي ومستقبل المدن وإحنا في سنة 2030 بعد 6 سنين بالزبط هنكون بنتكلم أن 65% من سكان المدن كلهم هيكونوا من الشباب أو سكان العالم هيكونوا من الشباب فبالتالي أنت حاجة تتكلم أنك لو الشباب النهضة ما كانش مستعد بشكل كويس أو مؤهل بشكل كويس من المعارف والخبرات والقدرات مش هتقدر تعبوا للمستقبل لأن الشباب هيفضل هو البوابة للمستقبل دايما فهنجد من نهادة استعدين لشكل المستقبل اللي هيكون مختلف خالص عن المواضي اللي فات هنتكلم في تغيير مناخي بغية شكل الروتر بالقض مواد بتخلص لازم يبقى فيه ترشيد وإضاءة لاستدامة هذه المواد ومبادئ الاستدامة بقتش خلاص مراد نوع من أنواع رفاهيات اللي بنتكلم عليها لا الموضوع تغيير تماما ده هو بقى أسيات نحن في كل وقت وفي كل مكان دلوقتي بنلاقي مواد بالجف بنلاقي مية بتخلص بنلاقي مواد طبيعية غيرت سريعة كمان جدا ونحسها قصة مما كان متوقع نحن نتكلم بقى ثلاث سنين تقريبا يعني عايزة أولوكو السنة اللي فاتت تم تصنيف شهر يوليو هو أسخن شهر حصل على كواكب الأرض فبالتالي بقى الأرض بتسخن المية بتقل الزرع هتقل الماء بيتغيى كده بيقصد بقى على شكل المجتمعات والمدن والبلاد المنتدى الحضري اللي هيكون في القاهرة إن شاء الله بدءا من يوم الأربعة نوفمبر هو مش مختص بس بأن احنا بنتكلم عن تطوير المدن والعشوائيات وغيرها لكن كمان مختص كمان بتنمية مستدامة للإنسان المصري أو لبناء الإنسان بشكل كبير جدا شايف حضاك إزاي أنه هو أواكب التطوير ده اللي بيحصل في المدن وغيرها من المناطق إلا أن أنا كمان أخليه على مستوى الإنسان الشخص نفسه سيدة رئيس واجه بكل التوريات دلوقتي أنه نبني إنسان وبنبني مكان لأن لو بنينا المكان من غير الإنسان فالمكان هيخرب وبينا الإنسان من غير المكان فالإنسان هيخرب فهنخصى كفاءات كتير جدا فهي بناء منقسم لأجزاء عديدة تدار حضر مصر تستضيفه لأول مرة وهو زي محارة زكاة تاني أربع مؤتمة في منظومة الأمم المتحدة بعد مؤتمة المناطق وهو أكبر مؤتمة غير تشريعي داخل منظومة الأمم المتحدة وهذا المؤتمة يعني دليل على قدرة مصر على سوكلها طبعا السياسي والدولي الكبير أنها تستضيفه حدثين وبعضه كبير بالشكل دوت 2022 و2024 وتاني حاجة يعني شهادة من العالم كله على حجم التطور اللي حصل في الدولة المصرية على كل المستويات إحنا في جزءنا كشباب ورياضة أو وزارة الشباب ورياضة بنشتغل على العملية الخاصة بتأهيل وإدماج الشباب في العملية المتبطة بالمنتدى يعني وزارة الشباب ورياضة إحنا بنشتغل أو بننصق عدد من الحاجات المهمة جدا داخل المنتدى وزي ما حارفت ذكراتي الإنسان موجود في القلب فذلك موضوعات المنتدى كلها بتركز عن الإنسان وإشراك الإنسان وخاصة الشباب وإن الأطفال فإحنا بنتكلم من إحنا بننصق حاجة اسمها أو جمعية الشباب والأطفال داخل المؤتمة نتكلم عنها ونتيبوا للشباب والأطفال داخل المؤتمة بحضور صناعة سياسات وضيوف وفاية المستوى هبنتكلم كمان عن إعلان الشباب من أجل الاستدامة الحضرية ده إعلان بيتم تجهيزه بقى أكثر من 3 ربع شهوره عن طريق الإنترنت والجلسات الأونلاين مع الشباب بيجمعوا الأفكار والأراء بتاعتهم عشان يصيغوا بيان يطلع من منتظر الحضرية لتستضيف القهار كذلك يعني حاجة ذكرت بعض جزء تأهيل الإنسان إحنا عندنا مهم بالنسبة لنا نبني قدرات الشباب بتاعنا فالوزارة الشباب بتشتغل مع التحالف الوطني ووزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتطريب بالنسبة للمتطوعين داخل المنتدى سيكون هم اللي بنظموا العملية داخل المنتدى فالعملية شاملة حيكتي جدا طبعا بقى فيه اهتمام من اليوئين هابيتات بدمج الشباب يعني اندارت أن هم عامين مسابقة اسمها 5 في 5 للشباب من سن 16 أو 18 24 سنة وهي هدفها أصلا في المسابقة دي أنهم يضمنوا مشاركة واسعة للشباب داخل المؤتمر وتوردهم ويختاروا أفضل خمسة شاركوا في الفعاليات بشكل ما ورافعوا على سوشال ميديا وشاركوا في كل الفعاليات المنتدى وشاركوها على الجروب المعمول عشان يضمنوا أن يكون مشاركة للشباب فاعلة وفي نوع المنافسة بينهم جميل جدا ايه بقى المعايير اللي هنختار على أساسها المشروعات اللي بقدمها الشباب أو الأفكار اللي بقدمها الشباب وكمان أنت ذكرت أنه يكون في فعاليات معنية بالطفل أو يعني تخص الأطفال صحيح في أطفال موجودين في أطفال كمان جاين من دول التكنيج جدا وإحنا بنتكلم مثلا على الأسامبل وديه هكون مشتركة بين خبراء من حوالين العالم وأطفال هيقولوا لسائل جاين من مناطق بتاعتهم من حوالين العالم هيوصلوا لسائل لقاية العالم شباب بعض موجود شباب من مصر نحن رشحنا شباب من المميزين في مصر إنهم يكونوا موجودين طبعا إحنا كل ما يبنى حاليا في الدولة المصرية بيربط ما بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي بتيلي على أولوياتها مكافحة الفق الجوع الصحة المدن المستدامة وتصنيع ومكافحة التغير المناخ الحفاظ على البيئة كل دي من أهداف الدولة المصرية ومتبطة كمان بخطة مصر 20-30 المستدامة اللي بيتم تحدثها أول بول فإحنا بنحط في قلب أي مشروع حاليا هو تحقيق الاستدامة لأن المواد بتقل ولو أنت خططت المشروع وهو مش بحق استدامته بمحافظته على المواد واستخدام المواد أو تقليل استهلاك المواد كمان المشروع ده بيتراجع للخلف ونحط في الأولوية أو في قلب المواضيع للاستدامة بشكل كبير جدا حضرتك يمكن بدلنا تحدث عن المدادة الحضرين هو هيكون فيه أكتر من 8 ومشاركة أكتر من 38 دولة من دول العالم فأكيد هيكون فيه وفود من الشباب من دول العالم هل بدأتوا أن احنا كوزارة شباب والرياضة تبدأ التنصق بين الوفود لتلقى الثقافات وزيادة الخبرات للشباب المتطوعين دي حاجة أكيد مهمة جدا حاجة أشارت لها وإحنا بشكل ما يعني حاسين داخل المنتدى حاجة أقول بالنقطة دي نحن عملنا حاجة اسمها Future Generation Zone ودي كانت مبادرة من الجانب المصري أو جناح الأجيال المستقبلية والنحي الأجيال المستقبلية سيكون مساحة كبيرة جدا داخل المنتدى لاستضافة الشباب من كل دول العالم تبادل الخبرات في جلساتها تحصل فيه في أنشطة مختلفة عشان تضمن مشاكلة للشباب من حولنا العالم وعايز أقولك كمان العائد وصل 4 من 38 وصلنا كم دلوقتي احنا أعتقد فيه من الدول ما يقوم من 137 دول أو 140 دولة موجودين يعني من وفود مختلفة كان 131 من يومين ثمانية وثلاثين منظمة ثلاثين بالزبط العائد كبير جدا ومشاركة الشبابية واسعة وإحنا حطين كمان في الخطة حاجتين أول حاجة مشاركة واسعة للشباب كمان استخدام الرياضة في التطور الخضر يعني احنا من الأهداف الأساسية للتطور الخضر هو توفير مساحات العامة والمناسبة لمماثة الرياضة لكل المواطنين أو كل السكان ليه؟ عشان الرياضة يعني أداة مهمة جدا للصحة العقلية والنفسية لكل الناس خاصة الشباب فمماثة الرياضة وتوفير الأماكن العامة والمساحات العامة الموجودة فيها المماثة دي لا دي حاجة كويسة جدا وديه تاني شهادة للمصر يعني احنا عملنا تفرد بها جدا في المنشآت وفي الطرق وكذلك في المنشآت الشبابية ورياضية وتخصيص الأماكن العامة لمماثة الرياضة دعم الفتيات لمماثة الرياضة كل دي حالات احنا حلقناها على طرقنا وهي موجودة بالفعل في قلب الموضوعات المنتدى وأهداف المنتدى اللي هتصريفه في مصر إن شاء الله طيب بالنسبة للمشروعات اللي قدمها الشباب في المنتدى أو اللي هيتم عرضها خلال المنتدى هل في أفكار معينة هل في خط معين احنا ماشيين عليه في هذه الأفكار وهل احنا عندنا قاعدة بيانات بالشباب المصري اللي عنده أفكار من هذا النوع تمام احنا ممكن يعني احنا هدفنا أو بنشتغل على كل الفئات المجتمع بس النوابغ والشباب اللي عندهم ملكات مؤانا احنا نحاول لقد منقدر يكون لهم نوع من أنواع متابعة الخطوات بتاعتهم دعموهم لما يحتاج كل واحد يفايل كده بالظبط تقريبا يعني احنا نحاول لقد منقدر يبقى فيه رؤية للكوادر المصرية ودعمها كمان احنا نحاول ندعم الشباب في التورد الدولي في حياكتك جدا أو في حياكتك جدا يعني تاني حاجة في النقطة الخاصة بما نضعه في الاولوية هو في مسابقة عملية تسمع عقول وهي بالتعاوم بين وزارة التنمية المحلية والزملاء في وزارة التعليم العالي وكذلك اليون هابتات والمسابقة دي استهدفوا فيها كمان طلبة الجماعات من كلية تخطيط عمراني وكلية هندسة لتقديم أفكار ومشروعات وخطط لتطويق شكل المدن وإزاي نخلي المدن أقصى قابلية للمهونة وأقصى صمود قدام التغيرات اللي بتحصل يوم بعد يوم يعني فهيتم إعلان نتيجة المسابقة دي في داخل المؤتمر ويكون داخل المؤتمر في معاعة كمان المعاعة دوت هيرى كل المشروعات والأفكار سواء من شباب مصري أو شباب من حالي العالم يمكن مصر لها جنح كبير جدا هيكون في هذا المنتدى يعني تم إزاي برضو لازم يكون تم على أعلى مستوى واختيارهم كمان تم إزاي أولا بخصوص الجناح المصري وفعل الجناح المصري حاجة مميزة جدا وأعيز أقول كمان أن في الجلسة الفتاحية داخل المنتدى سيكون جلسة يقودها الشباب ودكتور أشهر في صبح يقول كلمة الفتاحية لها هي تبقى أول جلسة يوم أربعة الساعة أثنين تاني حاجة بخصوص تقريب المتطوعين بتتعاون معهم في تنصيق هذا العمل وهي العملية بدأت تقريبا من ثلاثة أسابيع وتم اختيار الناس وإبلاغهم بدأ يعملونهم زيارة للفينيو أو مكان تنظيم الفعاليات عشان يعوشوا أكثر وعلى فكرة المعايير الاختيار كانت حاجة عالية جدا واختاروا نمازك كواسة جدا يعني أهم المعايير أهم المعايير طبعا أنه يكون فاهم هو أهمية الحدث تاني حاجة يكون عنده قدر التواصل جيدة مع مختلف الجنسيات ومختلف الثقافات تالت حاجة يكون عنده بعض القدر على تنظيم هاق يديك وده حياته مهمة جدا في اختيار المتطوعين في أي حدث يعني فبالتالي الموضوع ماشي بشكل كريس وإن شاء الله شبابنا المصر يبقى مشاهد في كالعادة يعني طب ده جميل جدا فيه شباب جديدة بتظهر يعني فيه شباب وريدي زي ما أنت قلت أننا عندنا قاعدة بيانات وعارفين كل الناس متميزة فيه بالزبط بالنسبة للناس الموجودة حاليا إنما فيه دفعات فيه أجيال جديدة من الشباب إزاي بيتم العمل على اكسابهم المزيد التعرف عليهم في البداية وإكسابهم المزيد من المهارات عشان يكون عندهم أفكار تخدم المجتمع يعني حيات مسكت لب رياضة مصرية وهي التنميقات الصورة المشرية في مصر مصر عندها من القرية على الأجيال المتعاقبة بشكل متميز كبير جدا وده حاجة أنا شايف أنها من أهم ما يميز مصر يعني على المستوان المحلي الأقليمي والعالمي والشباب المصري متجد بشكل دائم ومختلف عشان كده الموضوع ده بيضع علينا مسؤولية كبيرة جدا إن إحنا كم أول بول عندنا مراحل استيعاب لهذه المجموعات من الشباب وده بيخلي شكل برامج عندنا متنوع جدا في الوزارة عشان نضمع إن إحنا قد نوصل لكل الشباب من كل المناطق لأن فرصة الوصول دائما مش فرصة متساوية فإحنا بنحاول أن نحق التساوي دوت بشكل لمعركز كمان من داخل المحافظات من خلال البرامج اللي بنقدمها إحنا عندنا قدرة وصول لكل كرة مصر تقريبا هنكلم في خمس تلاف منشاقة حوالي الجمهورية بتديرهم وزارة الشباب برياضة ما بين مراكز شباب ما بين مدن شبابية ما بين مراكز التقارب وتعلم شبابي فبسلسلة بيها من البرامج نحن في الوزارة بتنفس في السنة تقريبا 350 ل400 برنامج برنامج يعني مش حالة بتحصل وتخلص لأ دي بحارة مستمرة أقل لحالة 3 شهور 14 كل سنة فبنبقى نحن بشكل المال الشباب يلاقيوا طريقهم من داخل أنشطة وزارة الشباب برياضة وأنهم يقدروا يوصلوا للفرصة الموجودة التي نحن نحن نقدمها بني دعم الشباب لمراحل متقدمة جدا يعني وزي ما قلت الحالة من شوية أنه لو في حد كويس فعلا لأحنا بنصبورت وبندي له فرصة ولو في حد عايز يتعلم لأحنا ندي له فرصة أنه يتعلم ويندمر داخل الناس والمرنوعات المختلفة أكيد وإحنا بنتمنى لكم التوفيق وأكيد هنتابع مع حضراتكم أكيد على مدار الأيام القادمة هذا المنتدى الحضرية اللي يمكن للتنمية المصدامة العالمي اللي هيكون متواجدة في مصر من أكبر الفعاليات بعد كوب 27 تشكرك على وجودك معنا النهاردة نورتنا الأستاذ مصطفى عز العرب معاون وزير الشباب برياضة شكرا على وجودك معنا شكرا جزيلا